ولإلقاء مزيد من الضوء مشاهدين على تطورات الوضع الوبائي والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا نستضيف عضو الهيئة ومدير معهد باستور الدكتور الهاشمي لوزير دكتور مرحبا بك إذن إجراءات جديدة تأتي للتوقي من فيروس ما زالت مخاطره كبيرة هذه الإجراءات مهمة وإن كانت قاسية على بعض القطاعات التي تبدو مشلولة في الأصل لو توضح أسباب اتخاذ هذه الإجراءات في البداية في البداية الأسباب هي على خط رحنا شفنا الأسبوع الفارتة معناها ثم استقرار وبعد حتى انخفاض من حالات العدوى وحالات المرضى وأيضا الوفيات لكن الأيام الأخيرة هذه صار ارتفاع شوية نوعا ما لذلك الوضعية مازالت حارجة مازالت حاجات تبدلها ترجع معناها تسير معناها حالات تتكاثر وخاصة نخاف ونحن على الضغط في المستشفيات لذلك على هذا الإجراءات هم في ماشي حاجات جديدة معناها هم بيدهم زادوا إلى خمسة جدام في معناها ينكملوا بالكوفروفير حتى ثمانية متعليل حتى الخمسة يظلمت على السباح والإجراءات هم بيدهم ومع العلم اليوم ثلاثة واحد وثلاثين اللي الناس حكا تخمم فيه فما بشيكون معناها ممنوع الاحتفالات اللي في ديارو وهذا كمفمش مشكل لكن وهذا المهم في الأشواء هذا مهم على خطر معناها الوضع مزال مدقيق ومهوش استابلاء لذلك ما نحبوش رحنا بعد بجمعة ولا جمعتين ولا ثلاثة نجينا موجة أخرى وعدد كبير متحالات خاصة كما قلت لك أنا معناها الاكتظاظ والخوف من الأقسام الاستعجالي اللي هما ينجب يكون عند مكتظاظ اللي هو بداي يجي داشا توا نعم طيب دكتور ما زلنا كما عديد الدول كما ذكرت نواجه مخاطر الكوفيد وفي هذا السياق تصدرت سلالة جديدة الاهتمام هذه الأيام سلالة تطرح بحولها تساؤلات عديدة لعل أبرزها ما مدى خطورة هذه السلالة وهل تم إلى حد اليوم رصد ربما اشتباه في حالات وصلت إلى تونس لكي نفسر قليلا لكي نستفهم هذا الفيروس يصبح له تغييرات نسميه بالفرنسية موتاشون بدل كيف تتراكم بعض التغييرات في بعض أجزاء من الجنوم ينجميه لشكل سلالة وقتها نحكيه على سلالة ولا يقولون بالفرنسية هذه السلالة الجديدة عندها معناها تبييز متاحة التي تعطي عدوى أكبر معناها الانتشار متاع الفيروس يكون أكثر معناها الحالة تنجم تعطي أكثر حالات من الفيروس القديم هذه هي فقط الخاصية متاحة وعلى مستوى الخطورة مقارنة بسبقاتها لا يوجد خطورة أكثر على خاطر الفيروس هذا نعرفه كي يعطي الإنسان ينجمي حالات عدوى بلا أعراض ولا بالأعراض ولا حالات خطيرة النسبة على هذه الحالات كل كيف كيف لا تتبدلش بسلالة هذه الجديدة لا يوجد حالات أخطر لكن الحالات يكون العداد متاحهم أكبر على ذلك الناس تخاف منه نحب نزيد حاجة نقول اللي التاست هذي البيسيار هو ينجم يلقاه معناها الكشف متاعه يصير بالبيسيار اللي هو عادي معناها البيسيار كي تبدأ موجودة هذه السلالة هذي وإلا الماء قبله بشيكون إيجابي كان هو موجود واللي يبدأ سلبي بشيكون سلبي بينهم وحول خطورة هذه السلالة الجديدة على الأطفال هل تم إثبات ذلك؟ سلالة هذه الخاصية متاحة زادهاكي هي تصير عدوى أكثر يظنوا اللي هي خاطرة تمس البروتين آس اللي هي تلسق في الخالية من الإنسان والمداء التغييرات هذي يرد معناها أكثر التحام وتقابل تمشي بزربة أكثر فما ناس تتوقع لكن مفاماش التوى معناها دي بخواب مفاماش معناها حاجات معناها صحيحة مية في المية ودقيقة اللي هي يمكن يمكن تنجم يكون انتشار أكثر بمفاهم الصغار لكن مهاش حاجة واردة مهاش صحيحة وحتى لي قلته لك معناها على العلاقة في انتشار أكثر هي معناها فرضيات اللي حسبت ببعض معناها الناس اللي يعملوا في الميدان هذي خاصة في بريطانيا ويجبنا نثبته في أماكن أخرى هل شرعتم في التثبت في عدم وصول حالات إلى تونس حتى الآن؟ في تونس صاروا معناها تقطيع جيني لعدة عينات اللي هي إيجابية في البسيا منذ مارس حتى مارس أفريل وحتى آخر واحدة يظهر اللي صاروا في الشهر اللي فات النوع عن التغييرات ولا الموتاسيون مكانوش موجودة خاصة الموتاسيون هذوم التغييرات اللي هي معناها اللي مكنت باش نتلقى السلالة جديدة لكن لكن حثينا واحنا البارح في الاجتماع المجلس العلمي الناس المختصين خاصة المختصين في الفيرولوجي عالم علم الفيروسات وزملاء هم في المخابر باش يكونوا يعملوا أكثر تقطيع جيني مش النجم تكون بشرط هي جنوم كله لكن يمشيوا للأماكن اللي صاروا فيها تغييرات باش نثبتوا كان جاتنا ولا ما جاتناش طيب دكتور فيما يتعلق بالتلقيح المضادة لفيروس كورونا هل تعتقدون أنها مازالت يعني سرية المفعول مازالت فعالة في مواجهة التحول الجديد للفيروس كيف كيف هذه زادة نعطيك جواب اللي هو حسب ما نشوفوه طوا حسب ما تقال في العالم التغييرات ضئيلة جدا متأثرش على مدى نجاعة المضادات ضد الفيروس ومتأثرش دونك وحتى المناعة اللي تعتمد على الخلايا اللي الانفوسيتي وهذا يمكننا بش نقولو اللي التلقيح ينجم يقعد فعال في الفيروس اللي طوا له يدور وإلا السلالة جديدة وأيضا الناس اللي يجيهم الفيروس بصفة طبيعية ويبرى ويطوروا المناعة بش يكونوا محميين ضد الفيروس هو بيدو وإلا السلالة هذه الجديدة طيب هل من جديد بخصوص تزود تونس بلقاحات كورونا؟ والله الجديد هو موم فماشا احنا في بالنا مشينا معناها عندنا دجاع امكانية تزويد متع عزوز ملايين اللي علمنا عليهم دجاع من مخبر اللي هو معناها تطور وموجود تطور التلقيح عنده النجاعة والسلامة الكافية وهذه حاجة باهية فما امكانية تزويد آخر بأربعة ملايين من فرد نوع من التلقيح هو الآيغان لكن من مخبر آخر فما ايضا المبادرة اللي احنا منخارتين فيها تونس اللي هي المبادرة متع كوفاكس اللي تشرف عليها المنظمة العالمية للصحة وعدة منظمات اخرى اللي هما قبلوا الملف متاعنا وفما امكانية بياسوغ هو الهدف متاعها تزويد لكن ما نجموش نعرف الوقت بالضبط تنجم تكون حتى في اول تريماستر ولا اخر اول تريماستر متع 2021 ولا تريماستر الثاني وهذا كله دونك احنا له نتابعه له نطوره في استراتيجية لعملية التلقيح بيدها بصورة ما وقلي بشيشينة تلعجها كفاش بيصير الانتشار متاعه كفاش بيصير استعماله وهذا كل نخطمو عليه المذهبين طيب البعض يتساءل عن التأخير في الانتلاق في التلقيح في تونس مقارنة ببعض الدول وحتى دول الجوار اغزلي احنا اخترنا التلقيح اللي معناها عندنا معلومات دقيقة على مدى نجاعته فاعليته خاصة في الحماية ضد المرض ثم معناها التلقيح اخرى اللي مرحبا بهم هم متواجدة وحنا بيدنا نتبعه فهم لكن مشكلهم فهم نتائج متاع النجاعة في الحماية ضد المرض فمساعات يقول لك ناجع يطور المضادات ما يكفيش يزمن ثبته اللي هو يحمي احنا مشينا في حاجات اللي ثبتنا منهم وهذا معناها واجب معناها ولهين نمشيوا في حاجات صحيحة صحيح اللي طوى قول معناها كيف يقولوها دفعة بشجينا نورمالما في التريميستر الثاني متاع 2021 اللي هين نحصوا مش نجربوا نجيبوا قبل احنا نحن نحضروا في رواحنا وحتى معناها الحكومة يعضاء الحكومة قولونا شوفوا كيفاش تقدموا ونجموش نعاونوك ستغاء نوك لهين نقدموا معناها هذاك هو اللي اللي عملناه وهذاك هو اللي دوله اذا دكتور نختم بالحديث عن الوقاية من الفيروس عموما ومن الموجة الجديدة ربما يبدو ان البروتوكول الصحي يبقى احد العناصر الاهم للوقاية هل من توصيات بهذا الخصوص؟ بسيق هو البروتوكول الصحي معناها هو خاصة وسائل الوقاية اللي متاع الانسان الفرد معناها ما نحكيوش على الملتقيات وكل شيء هو لبس الكمامة التباعد الجسدي خاصل الايدي التهوئة متاع الفضاءات هذه معناها حاجات اللي ورات نجاعة متاحة ورات نجاعة متاحة وعملت في برشة اماكن يجبنا نكمل ونستعملوها ونتفدي وزيدها الاكتظار والناس تبدأ في فرد بلاسة خاصة توفي الشتاد والناس تبدأ مغلقة يجب ان نحلو الهواء يجب ان نحاولو كيف نحلو الهواء خاصة كده الفضاء صغير برشة نحن نستنعو حتى يجي التلقيح وان شاء الله كده نعمل التلقيح ان نجمو الناس يكونوا محميين اكثر ان شاء الله عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا ومدير مع التباستور دكتور الهاشمي لوزير شكرا جزيلا لك على هذه اشتركوا في القناة